وبعد الانتهاء من بند الاستجوابات وافق مجلس الامة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين مسلم البراك وصالح عشور وجاءت نتيجة التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب عشور بموافقة 51 عضوا ورفض 9 اعضاء فيما امتنع عضو عن التصويت ووافق 49 عضوا على طلب رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك ورفض 9 اعضاء فيما امتنع عضو عن التصويت